هايس اخدكم لي جوزوالدو فريرا نادي الزمالك عنده حكاية مع المدربين اللي بيجوا مرة تانية لنادي الزمالك دائما نادي الزمالك ينجح مع المدربين الأجانب في المرة الأولى المرة التانية يعني بيبقى النجاح مش قوي يعني فيه ناس بتفشل تماما في المرة التانية فيه ناس بتنجح بسيط زي كارتريون كده جيه مرة تانية خد دورش فكل واحد عنده حكاية بس ده مش شرط ينطبق على فريرا عشان افرائي انه اختيار اصلا فريرا انه يجي يدرب نادي الزمالك في الفترة الحالية ده اختيار مثالي مثالي مدرب رائع مدرب خبرات كبيرة عنده شخصية رائعة يقدر يلم الفرقة بيعرف يشتغل على التفاصيل مدرب رائع جدا على فكرة اده رائي انه جوزوالدو فريرا يعني نجح انه ياخد بطولة مع الزمالك السنادي او ما نجحش هو عودته لنادي الزمالك ده في حد زيته نجاح ولازم الصبر عليه لازم تمعك مدرب عبقاري بكل المقاييس تعالوا نشوف حكاية المدربين اللي بيمشوا من نادي الزمالك وبيرجعوا مرة اخرى عاملة ازاي الحكاية الاولى الهولندي روت كرول كانت البداية معاه في موسم 97-98 حقق مع الفرير بطولة الافرق الساوية كون جيل جديد لابناء متعوبة رحل ورجع مرة تانية بعد عشر سنين في موسم 2007-2008 لكن اوضاع كانت مختلفة ومحققش النتائج المطلوبة ورحل عن الزمالك الحكاية الثانية الفرنسي الكبير هنري ميشيل وفي اول ولاية مع الزمالك لعب 17 مباراة ابرزهم خسارة نهاية كاس مصر امام الاهل 4-3 في 2007 ورحل قبل بداية دوري الموسم الجديد باسبوع دون سابق انزار ورجع مرة تانية في 2009 لكن العودة كانت مخيبة للامال حيث خسر اربع مباراة وتعادل في لقاء وفاز في مباراتين ورحل سريعا الحكاية الثالثة البرازيلي كارلوس كابرالك قاد الزمالك في موسم 2002-2003 شوف بقى حقق ايه حقق دولي ابطال افريقيا والسهوة الافريقية والدولي المصري والسهوة المصري ورحل للتدريب العربي القطري ورجع تاني في موسم 2004-2005 بأحلام اعادل الامجاد لكن النتائج ما كانتش على المستوى تم اقلته من منصبه الحكاية الرابعة البرتغالي جيم باشيكو قاد الفريق في عام 2014 حقق تسع انتصارات وتعادل مرتين وهزم مرة واحدة لكن فجأة بعد شهرين ونصف رحل لتدريب الشباب السعودي ورجع مرة تانية للزمالك في سبتمبر 2020 تأهل بالفريق لنهاية دوري الابطال خسر امام الاهلي وبعدها ودع كأس مصر امام طلاع الجيش وتمت اقلته بعدما قاد الفريق في 27 مباراة فاز في 17 وتعادل في 6 وهزم في 4 الحكاية الخامسة باتريس كارتيرون ولا يترؤولها في ديسمبر 2019 فاز فيها بالسوبر المصري على حساب الاهلي والسوبر الافريقية على حساب التراجي وكسب الاهلي في الدوري وفي خلال 31 مباراة خسر 3 مواجهات لكنه فجأة بعدما تأهل لنصف نهاء دوري ابطال افريقيا 2020 قرر الرحيل لتدريب التعاون السعودي وفي الولاية السنية اللي استمرت 354 يوم فاز بالدوري وخاض مع الفريق 40 مباراة كسب 27 وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات ورحل بسبب تراجع عن نتائج في الفترة الأخيرة وتحديدا في دوري ابطال افريق البروفيسير الحكاية السادسة والأخيرة جزوالدو فريرا اللي رجع مرة تانية يقود الزمالك حقق في ولايته سنائية الدوري والكاس في موسم 2014-2015 لكنه خسر السوبر المحلي أمام الأهلي لعب فريرا مع الزمالك في أول ولاية 27 مباراة فاس في 20 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات كانت أرقام عظيمة تاريخية كبيرة لفريرا مع نادي الزمالك أنا أتصور أن فريرا مع التشكيلة الحالية لنادي الزمالك قادر على النجاح مرة أخرى قادر كارلوس كيروش مع منتخم مصر البرتغالي الفرز الأول حلوة دي هو من البرتغاليين الفرز الأول ده جزوالدو بريرا زي وزي منه جزيزة كارلوس كيروش ده من الأسماء الكبيرة العبقرية فأنا أعتقد أنه اختياره كان اختيار فهذا التوقيت اختيار مثالي